موسيقى خلينا أسألك هل في أي نبي قل لك أنا بحبك؟ بصراحة هل أنا باهتم فيك لدرجة أنا مستعد أعطي حياتي من أجلك وفداك؟ بل الناس عم بتموت من أجل النبي و بتموت من أجل الله المسيح قال ما بدي ما بدي فدائيين المسيح هو الفدائي هو اللي افتدانا من لعنة النموذ وافتدانا واشترانا أحبائي بثمن باهز كلفت دمه قال أنا بديش حد يموت من أجلي أنا اللي بدي أموت من أجلك تعرف هاي الشعرات اللي برددوها مرات في الشرق الأوسط بروح بالدم وللأسف حتى مسيحيين كنت بشاهد هيك كمرة مشهد بروح بالدم نفديك يا يسوع لا 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 مرات يمكن منحكيها على الأساس منحب يسوع ومستعدين نموت من أجل يسوع بس الفكرة لا 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 المسيح هو اللي فداك هو مش محتاج ناس يدافع عنه هو الأسد دع الأسد يدافع عن نفسه هو القادر على كل شيء اللي بدافع عن نبي ويدافع عن الله لأنه ضعاف بدافع عنه إحنا إلهنا مش ضعيف إلهنا قوي والرب يسوع المسيح هو القوة والحكمة أيضا فإذا هو اللي فداك عشان أنت ما تموت هو اللي مات من أجلك لكن طبعا إذا أدى الموضوع من أجل إيمانك أنك تموت من أجل يسوع المسيح فليكن هذا يمكن هذا التعليم الصعب هذه النوع من المحبة المتفانية منقول أحبائي يا رب لا تدخلنا في تجربة لأن فعلا ما بنعرف إلا في لحظة الامتحان والتجربة بينعرف معدن الشخص لأنه ما بدنا نتكلم مجرد كلام أحبائي موسيقى